السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في التأس الخامس من هذه السلسلة طبعا في الدروس الماضية هنتعرفنا على HTML والألمنس HTML وأنواعها الحين ننتقل إلى الجزء الثاني من هذا الكورس وهو عبارة عن CSS CSS هو الكاسكايت ستايل شيت وهو جزء جدا جدا مهم في الوب ديفلوبمنت في تصميم المواقع وهو أكثر شيء يزعجي للمصممين لأن HTML مثل ما شفنا جدا سهلة المالها واضحة وما فيها يعني غموض لما CSS أو هي عبارة عن يعني شكل الموقع ألوان الموقع المثال الهيدر والأشياء التي تريد تحركها في الموقع وهذا هو شيء أحيانا يكون مزعج جدا لأنك لازم تعرف وين المشكلة أحيانا في تبتعمل موف تبتعمل مثلا جدا ولا تريد تعمل ألوان مختلفة فأحيانا تصير عندك مشاكل فهذا CSS هو جدا جدا مهم طبعا الهدف معنا مثل ما شفنا وصلنا إلى هذه المرحلة اللي هو على الإسار هذا الموقع اللي عملناه لحد الحين وكيف ننتقل بالشكل هذا أو شبيه بهذا الشكل بنشوف كيف لحد آخر حلقة أو آخر الدروس إن شاء الله أني لو نلاحظ أنه مثلا الهيدر هنا ليرن إيزي شوف هني اللوان يكون عبارة عن اللوان مختلف وشكل مختلف وعندنا بعض الأيكون ما أعتقد رح نعمل الأيكون لكن هن نركز أكثر شيء على اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو بنفسه يعني أيضا هنا لو نلاحظ أن المينيو هنا شو بشكل وهنا طبعا ضغط الصور عشان كده ظهر هنا كده بهذه الطريقة يعني بشكل العام هذا عبارة عن هذا عبارة عن HTML فقط هنا هو HTML زائد اللي هو CSS وعطانا شكل جميل للموقع هو هذا ليش نستخدم CSS لو نلاحظ أيضا هنا مثلا لو قدرنا نعمل select حل أي element هنا بإمكاننا نعمل له change حل color مثلا لو خضينا مثلا ليرن إيزي أو المينيو وقدرنا نعملها select بعدين نضيف لها مثلا نغير الخط نغير الشكل نضيف border وما شابه لذلك فهو عبارة عن هذا هو صورة HTML زائد CSS وهذا عبارة عن فقط هو HTML طبعا اللي هو ليش تسمى بالCSS بمعنى أن مثل يعني مثل عسابين المثال حسنا راح نشوف مثلا لما تعمل declaration حل color معين ليرن إيزي لو خلينا مثلا فوق باللون الأحمر وداخل اللي هو H1 خلينا باللون الأزرق فهو راح يأخذ اللون الأزرق لأن أقرب إلى الألمنت هو الأقرب إلى الألمنت يعني كأنه يعمل cascade down فيأخذ الأقرب من الصفة سواء البروبرتي مثل ما راح نشوف هذا هو السبب أنه يسمى CSS السنتاكس طبعا هو عبارة عن أنك تكتب الألمنت الألمنت هنا مثلا هيدر تعمل select حال هيدر وتفتح قوسين وتعمل مثلا color تغير color وتعطيه مثلا color blue هذا هو السنتاكس في كل شي لو هنا بغير نعمل أو بغير نعمل بدي أو بعدين بنشوف هو جدا بسيط داخل CSS الهيدر الأقواس البروبرتي طبعا هذا يسمى selector وهذا كله هذا المربع كله يسمى declaration هذا تسمى property سواء هي عبارة عن font color عبارة عن sizes عبارة عن alignments وما شابه وتعطيه value هو value البروبرتي هذا سنرى كيف نعرف في كل property مثلا تريد تعرف ما تضع هاي الصفحة النهائية اللي وصلنا إليها الحين سنعرف كيف أنا أضيف CSS code في صفحة HTML سنضيف style code أو style element في head في صفحة HTML لأنه ما يكون ظاهر مباشرة في الصفحة نكتب style ونقدر نضع هنا أي شيء مثل ما شفنا في هذا syntax على سبيل المثال أنا راح أعمل header راح أغير لون header فأروح أعمل target أو select header أكتب header أفتح قوس وأكتب color مثلا أخطي brown background وأسكر بالفاصلة أو بال semicolon لما أعمل refresh هنا لو تلاحظوا أنه صار عفوا نغيات color هو color اللون آآ لون تكست بلا نعمل background تغير معي لو تلاحظوا وأيضا راح أعمل شوف هذا تلاحظ عنه تغير كامل اللي هو الهدر لو أعمل على ونشوف الشكل تبع هذا الهدر لما أختار هذا الماوس أخلي هنا عشان يكون أزرق وأضغط عليه هنا يبين لي أن أنا اختار الحين الهدر هنا فوق فلاحظ أن أيضا عن طريقة development ممكن أشوف الكلر و background color brown الحين أنا مثلا أريد أغير اللي هو text مثلا نخلي color white نعمل save يتغير عندي اللون اللي هو الهدر لكن وتلاحظ أن الهدر أصلا ونفتح الهدر داخله هو h1 اللي هو lern easy هو عبارة h1 فأنا بإمكاني أختار h1 وأعطي color ثاني مختلف فأنا ممكن أمسح هذه وأذهب مرة ثانية وأكتب h1 وأفتح وأعمل مثلا color white فأنا غيرت color وضعته في h1 إذن ما يكون طبعا ما تشوف تغير معين هنا لأن يكون يعني كأن نقلنا اللون من الهدر إلى الهدر في إمكاني أيضا أعمل font size أعطي مثلا 20 pixel وأعمل ل save فأحين قل إمكاني أعمل ل مثلا 26 pixel يزيد لو تلاحظ طبعا هذه القياسات سنتعرف عليها بعدين إيش الـ values الحين ربما الواحد يسأل يقول كيف أقدر أعرف هذا الـ values وكيف أعرف مثلا الـ properties طبعا مثل ما شفنا قبل هو موقع موزلا mdn تروح على css وفي كل الـ properties موجودة هنا مثلا أسبين مثل font size موجود هنا شفنا يعطي كل التفاصيل وطبعا مع الممارسة راح تتعلم أنه والله في text لما إذا غير text وش الأشياء لنا ركز عليهم مثل font size وما شابه font family هو نوع مع الوقت والاستخدام راح تتعرف على الـ properties اللي تحتاج هنا طبعا تقدر تبحث عن طريق google وائد مواقع وائد موجودة كثيرة جدا جدا على هذا الموضوع لكن أكثر موقع مثلا ما تقول رسمي أو يعطيك معلومات جدا دقيقة وفي information أكبر عن أي موضوع يعني هو عبارة عن اللي هو نصح كم بالموزيلا developer dot mozilla في كل شيء الـ htm وcss الحين نرجع ل اللي هو الموقع اللي نشتغل عليه وتلاحظ أن أنا هنا في القائمة في خط وانا ما عجب أن هذا الخط طريد أسوي مثلا أشل هذا الخط لو نلاحظ أن لو اختار مرتع هذا properties أختار هو عبارة عن A اللي هو عبارة عن link فيمكن أعمل target حل A وأعمل بعض properties فأروح أكتب هنا مثلا A هو link في حق البروبرتي اسمها text decoration أكتب علي هنا و أسوي save يختفي طبعا هذا اللون اللي شفتنا أول خط يمكن أعمل أيضا الكلر أعطي كلر مثلا black نعمل save يتغير عند اللون أيضا باختصار شديد هو عبارة عن تعمل select element وبعدين تعطي البروبرتي لتغير هذا هو بكل بساطة كبداية الحين طبعا ورح تصبح مثلا ثاني الحين الheader هو عبارة عن لون شبه أحمر أو براون أبيض وهنا غير نا ورح تعال الصبح الثانية راح عندي كل نضغط على هذا نشوف الصفحة نختف كل style اللي عملنا من color ثم أرجع home يشتغل أرجع contact as ما يشتغل فيها الطريقة حل هذا المشكلة وهي عبارة عن أن ننقل الكود نقوم كوبي حل هذا style كوبي ونروح على الصفحة الثانية في الhead ونعمل بيست ولكن هذا حل الغير عملي لأن لو عدنا أكثر عن صفحة بعدين كيف راح نعمل كوبي بيست كوبي بيست فتكون عملية غير يعني متعبة جدا وبعدين إذا صار تغير في ملف واحد كيف نحن نغير في الملف الثانية فأفضل طريقة نعمل ملف جديد نعمل style dot css ننقل هذا اللي نعمل كامل إلى يعني طبعا ما احتاج كلمة style أن الملف هو عبار عن css اعمل بعدين اروح الاندكس فايل وعمل لكول طبعا عن طريق اللينك اعمل style sheet واعتبر الملف اسم style dot css style 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 dot css طبعا هنا هنا غلط لازم غير الاسم name style css ونفس الشي راح اعمل code انسخ هذا code او ال link اروح صفحة contact us وانسخ وعمل paste save الفايلات وانسخ ثاني الموقع اعمل save فتلاحظ ان كل التفاصيل انتقلت هنا نروح الhome وانسخ contact us فهذا بشكل عام عبارة عن css وانشاء الله في الدرس القادم راح نتطرق الى موضوع مهم جدا هو عبارة عن boxes والصناديق في css وخليكم تابعين معنا اشتركوا في القناة